وبالمناسبة استخبارات العسكرية الاستخبارات الروسية كان لديها معرفة بحشود الأوكرانية على الحدود مع كورسك لكن الأركان الروسية اختارت أن تتجاهل هذا الموضوع وتركز أكثر على الحفاظ على زخم العمليات الموجودة في الدنباس لأسباب رأى فيها جانب من المعقولية الأول شيء أنه حالياً الألوية الخامسة التي انتقلت منها هي الألوية جداً مهمة بالنسبة للقتال في الدنباس فوجدت هذه فرصة بالنسبة لهم الأمر الآخر طبعاً الألوية أنا أذكرهم هي الألواء 80 و 82 مضليين و 62 و 61 و 151 و 115 معللات هدول هم الألوية الأوكرانية التي تم نقلها هذا هو ركيزة القوة الأوكرانية التي اشتاحت كورسك القيادة العسكرية الروسية تريد الحفاظ على الزخم للعمليات وأن تسقط بعض الخط الدفاعي الأوكراني اللي موجود حالياً الذي يحاولون الآن الهجوم يعني الهجوم الحالي الموجود في الدنباس يحاول إسقاطه إضافة لذلك هم يدركون أن لديهم تقريباً شهر ونص إلى شهرين ليستفيدوا من قمة الزخم ويساعدهم الطقس بإنجاز ما يستطيعون إنجازه بالإضافة لذلك الآن توقيت العمليات جاء في توقيت إعادة تكوين ألوية جديدة فهذا اللي بيفسر أنه الجيش الروسي ليست لديه قوات لم يضع فيه كورس قوات عدد كبير من القوات أو الأفواج المدربة وإنما في البداية المعارك في العشر وأيام الأولى تقريباً استعان بمجندين الخدمة الإلزامية وهذا يفسر لماذا وقع كثير من الروس بأعداد كبيرة أسرى لدى القوات الأوكرانية لأنه 20% فقط من الأسرى الذين لدى الأوكران هم من جنود المتعاقدين بينما 80% هم جنود الخدمة الإلزامية في روسيا في خدمة الإلزامية حوالي تقريباً يمكن سنة بيخدم الشخص يعني في الوحدات العسكرية لكن ما بيكون مقاتل لأن القانون الروسي يمنع أصلاً أن يكون الذي يخدم خدمة الإلزامية يذهب إلى ساحات قتال